أصدقائي السلام عليكم. أتمنى تكونوا بخير ولا خير. الأمور ديالكم طيبة. كيفما كتشفوا أصدقائي حصات اليوم إن شاء الله سنرى أحسن طريقة التعامل مع الأفعال في اللغة الإنجليزية أو كيفاش تضبط الأفعال في اللغة الإنجليزية بشكل بسيط جدا. أصدقائي باش ما نطولش عليكم أي أخ ولا أخت كان يعني الهدف دياله من تعلم اللغة الإنجليزية هو المحادثة فهذا الحصة مهمة ليه بزاف. إذن كيفما كتشفوا معي أصدقائي أنا خديت ثلاثة ديال الأزمينة في اللغة الإنجليزية اللي بغي نخدم عليهم مثلا هذه الحصة هذه. لهما present, past, future. إذن أنت أو أنت لك أنت مبتدئ غتحاول تدير بحالي وتمشي إلى هذا المينوال هذا مع جميع الأفعال اللي كتشوفها مهمة بالنسبة لك. أنا فقط أخديت لكم أمثلة. أنا خديت الفرب اللي هو go. إذن أنا فهمت أن الفرب go مندرت له مثلا ترجمة لقيته يذهب. إذن من هذا المهم يذهب. Go. The verb to go. إذن أول حاجة غناخد أنا present. هالثلاثة هذو اللي هما present, past, future. كلهم simple. بمعنى المدارع البسيط, الماضي البسيط والمستقبل البسيط. أنا خديت مثلا هذه الجملة وقلت I go to work or I go to school everyday. إذا قدرت تحليل هالجملة الأصدقائية غديلقى بأنني كنخدم بالverb to go. أوكي فعل يذهب. إذن أنا بالنسبة لي هنا استخدمت verb to go. والضامير اللي استخدمته هو I. لهذا كنصحكم ما تخدموا لا بهي لا بشي لا بتشي ضامير كمرحلة أولية. تكلم على رأسك. إذن أنت كواحد إنسان كتخدم أو أنت كواحد إنسان كتخدمي. غتقولي I go to work. بالنسبة لطبيعة الحال النطق من الأفضل هنا غنقوله I go to work. قبل ما نوركه على ديك to وهذا شيء غنشوفه من بعد. I go to work or I go to school everyday. بمعنى كل يوم. دائماً مني نتلقى كلمة every في اللغة الإنجليزية كتمشي مع زمن المدارع. أوكي. The present simple. يعني أنا هنا شنو تنقول أذهب إلى العمل أو أذهب إلى المدرسة كل يوم. إذن حتى أنت غادي تحاول أنك تأخذ مثلاً هذا الverb I go. وتقول مثلاً to يعني دائماً فاشتنقوله I go to. I go to a place بمعنى مكان. وتدير جمل أخرى. إذن احنا فهمنا استخدام ديال go في present simple. إذا قدرنا تشينج مثلاً الverb to go. سيرجع went وهنا سنأخذ واحد المعلومة المهمة. أن الماضي ديال go هو went. يعني to go و الماضي دياله went. في اللغة الإنجليزية لدينا جوجة الأنواع ديال verbs. لدينا regular verbs الأفعال اللي هما منتظمة. و لدينا irregular verbs الأفعال الشاذة. غير منتظمة يعني مساخت الوالدين بالمعنى. خارجين على القاعدة كي تحفظوه. هنا كيف ممكن تشوفو تبدل جوجة الحويجات في هذه الجملة. تبدلت بطبيعة الحال تبدل الverb go. to go ورجع went. وتبدل excellent. expression of time ولا ال adverb of time. يعني تغير ال adverb of time. رجع من everyday ليستردي. والجملة رجعت. I went to work or I went to school yesterday. بمعنى ذهبت إلى العمل أو ذهبت إلى المدرسة أمس. كيف ممكن تشوفوه انت غادي تحاول تبدل في الجملة على حساب السياق اللي كتخدم عليه. فقط كان حاولو نعطيه الأمور بشكل نظري. بالنسبة لل future. future أصدقائي عندنا will. وال future في اللغة الإنجليزية سهل بزاف. يعني future كنديره will بمعنى أنت I will. هده كي تسمى model verb. زائد الفعل ما تقيسه متحدي. I will go. I will do. I will have. يعني أي فعل في اللغة الإنجليزية التي تجي more will ما تتسرب. بشكل ممكن هنا نقول. I will wait. أوكي. No way. I will go to work or to school tomorrow. بمعنى tomorrow غدا. وحتى هي بطبيعة الحال رغصتكم بلون آخر. لأنها expression of time ولا adverb of time. يعني indicator. بمعنى قلنا سأذهب إلى العمل أو إلى المدرسة غدا. إذا رحتم معي هذه الطريقة هذي غادي تديرها بحديتك. وتخدم عليها بجمل اللي كتشوفهم انتها مناسب لك والحياتك اليومية. كنظن أن المعنى يقول له. يعني الطريقة اللي بغيت نوصل لكم وصلاتكم. If we take the verb accept يعني يقبل. مثلا هذا الفرب هذا. مثلا غنقول. I accept your invitation. I accept يعني قبلت بمعنى أقبل دعوتك. هذا هو المعنى ديلا. أقبل دعوتك. Okay. I accept your invitation. إذن هنا الفرب to accept درناه في present simple. في الماضي غنقوله I accept. Okay. I accept your invitation. I accept بمعنى قبلت يعني قبلت دعوتك. I accepted your invitation قبلت دعوتك. إذن الماضي ديلا accept هو accepted. Okay. Accepted. I accepted your invitation قبلت دعوتك. Okay. إلا أخذينا الفيوتر. For example. غنقول. I will accept your invitation. بمعنى الverb to accept هو فعل لي هو منتدم. إذن accept. Accepted. I will accept. بمعنى will accept. دائمًا will كتبعك. إذا ما قلنا الإخوان ديالي. Verb اللي كيكون في الأنفينيتيف. متقيسوا متحديثة. أقبلوا دعوتك. The verb to arrive my friends. Okay. فعل يصل. For example. I arrived to work early. I يعني أنا أصل إلى العمل. أنا أصل إلى العمل باكرا. يعني أصل إلى العمل باكرا. حاولنا ندير الترجمة بهذه الطريقة باش تفهموا المعنى. ممكن تقول أنا أصل أو أصل إلى العمل باكرا. I arrived to work early. ممكن تقول I arrived to the office. I arrived to school إلى غير ذلك. الهدف كيفما قلت هو تخدمه بهذه الطريقة مع أفعال أخرين في الحياة اليومية. وقد تتمكن من اللغة بشكل بسيط جدا لأنك محتاجة غير المحادثة. The path of arrive my friends is arrived. I arrived to work early. أي فعل في اللغة الإنجليزية يا إخواني. لقيته كي سلي بالإيري يعني أدي. فهوك تكون regular يعني فعل منتدم. فعل منتدم. إذن هنا قلنا وصلت إلى العمل باكرا. I arrived to work early. Future my friends. هنقولوا I will arrive to work early. I will arrive. إذن كيفما قلنا من قبل دائما will كيتبع الفرب منقيسه من حديث يعني في الأنفينيتيف أو اللي كنسميه والباكرا. سأصل إلى العمل باكرا. If we take the verb to buy. يعني buy بمعنى يشتري. ماشي buy buy buy. أوكي. buy الخرات ستكتب B-Y-E. هنا غنقولوا إخواني. I buy some groceries at the store. I buy some groceries at the store. بمعنى أنا بحاجة ليشير بعض البقالة من المتجر. يعني بغيت نشري شي حاجة من الحانوت بالدرجة دينا. I buy. إذن هنا بالنسبة لنا الفرب to buy. فعل اللي هو irregular. بني سنقوله irregular كيتغير. يعني كيتبدل definitivement. بمعنى هو فعل مسخط من دوك الأفعال لمساخت لقنا. هنا غترجع I bought. أوكي. I bought. بني سنقوله I bought. بمعنى اشتريت بعض البقالة من المتجر. I buy. I bought. أوكي. نفس الجملة فقط كنغير الفرب. ما كنحتشي problem. أيضا في الفيورشور كتبقى نفس الجملة. وكنقوله I will buy. كنضل الفكرة وصلاتكم. I will buy. بمعنى سأشتري بعض المواد الغذائية أو البقالة من المتجر. الفكرة أو الهدف من هذا الشيء أن الفرب buy. الباس ديالبات. أو الفيورشور كيبقى سهل فقط. يعني كندير well. بحل الفيورشور كتاخد present. الفعله كتدير قدام well. وكارجع future. If we take the verb to watch. يعني يشاهدوا هذا الفرب كيعرفوا بزاف ديالنس. إذن غنقول I watch TV everyday. إنت ممكن تحييد هديك TV وتقول I watch a movie. I watch series. I watch the news. Anything you watch. يعني أي حاجة كتفرج لها. everyday كل يوم. وشاهدوا التلفاز كل يوم. بالنسبة للباس ديال watch أصدقائي هو watch it. وهنا النطق تنقول watch it. ما تنقولوش watch it. هذه قاعدة الإخوان ديالي. ونقولو watched. I watch TV yesterday. إذن هنا everyday. رجعت yesterday. إذن الverb to watch ره. regular verb. لأنك يسالي بالإيدي. بمعنى شاهدت التلفاز أمس أو ليلة أمس. future. بلا من عاود أن ديوليك. يبنى سهل بزاف. I will watch TV tomorrow evening. I will watch TV tomorrow evening. بمعنى سأشاهد أو سوف أشاهد التلفاز غدا مساء أو ليلة الغد مساء. إذن هنا لخصكم تعقلوا عليه أن everyday صديقة present. yesterday صديقة past. tomorrow صديقة future. تعقلوا عليهم زيان أصدقائي. Okay. If we take the verb to drink. يعني الverb drink يشرب. Okay. Drink. مثلا. I drink a cup of coffee every day. I drink a cup of coffee every day. ولا حتو باقي كان دوي بتضمير I. ما بغيش ندير هي وشي باش ما ندخلوش في أمور أخرى. Okay. أشربو فين جانا من القهوة كل يوم. أنت ممكن تحيل. For example. coffee. غدير مثلا. milk. juice. anything you drink. أي حاجة كتشربها. بالنسبة لل past أصدقائي ديال drink. هو drunk. وتنقولوا هنا. I drank a cup of coffee yesterday. بمعنى شربته. إذا ندخل في الأصدقاء. إيشنو غايكون. Excellent. irregular. يعني الفعل اللي هو شاد. حيث كيتبدل. definitivement. ولا لقيته ب you. يعني you فهو راتيكم في past participle. يعني تصري في الثالث. وهنا قلنا أصدقائي. شربت فين جانا من القهوة أمس أو ليلة أمس. I will drink a cup of coffee tomorrow. بمعنى سوف أشرب كأسا من القهوة أو فين جانا من القهوة غدا. إذا قلنا drink, drank, will drink. هكذا تعاملوا مع الأفعل بهذه الطريقة. If we take the verb to travel. بمعنى travel يسافر. Okay. travel يسافر. إذا أخذنا الجملة الأولى في present. وقلنا I travel to Paris every summer. I travel to Paris every summer. بمعنى أسافر إلى باريس كل سيف. إذن هنا كلمة every كما قلنا دائما مع present. يمكن أن تغير to Paris المكان وتقول I travel to and place. المكان الذي تريد every month, every day, every holiday كما تشاء. ماضي travel أصدقائي هو traveled. يعني هذا الفعل جيد. Regular. ينتهي بإيدي. فقط هناك ملاحظة. هذا الفعل أصدقائي يمكن أن نجده ب double L. يعني L إثنان L. يعني هنا فرق في السفل ما بين الأمريكي والبريتش. كلاهما صحيح. I travel to Paris last summer. عندما نقول last summer يعني سافرت إلى باريس الصيف الماضي. في الفيوتر نقول I will travel to Paris next summer. يعني I will travel بمعنى سأسافر إلى باريس الصيف المقبل. كما تلاحظ every مع present, last مع past وnext مع future. إذا أخذنا الverb to learn عندما نقول learn بمعنى يتعلم. ونأخذ الجملة الأولى ونقول I learn English alone. I learn English alone بمعنى أتعلم الإنجليزية لوحدي. I learn English alone يمكن أن تقول I learn English at home. I learn English for example with myself. I learn English with my friends. I learn English in a school, in a center, etc. الماضي أصدقائي هذا الفعل لديه ماضيان. يعني يتصرف إلى تصريفان. يمكن أن يكون learned بمعنى regular. أو يمكن أن يكون learned بمعنى irregular. يعني هو يأخذ سيغتان. هذا الفعل حالة خاصة. يمكن أن تقول في الماضي I learned أو learned. يعني فقط British American. English alone. تعلمت الإنجليزية لوحدي. بالنسبة للفوتر عفوا نقول I will learn English alone. بمعنى سأتعلم الإنجليزية لوحدي. Learn, learned, learned. I will learn. أظن أصدقائي أن هذه الطريقة سهلة جداً وستمكنكم من التألم بطريقة سريعة جداً.